انتهاكات الطفولة في اليمن الملف الذي يكبر كل يوم لا سيما خلال الحرب المشتعلة منذ أربع سنوات تجنيد الأطفال الجريمة الأبرز ضد الأطفال في اليمن تقول التقارير الدولية إن 67% من الأطفال المجندين في الحروب بالعالم موجودون ضمن صفوف ميليشيا الحوثي في اليمن ووفقاً لتقارير أممية فقد تصدرت ميليشيا الحوثي قائمة الجهات المنتهكة لتجنيد الأطفال بإحصائيات تربو عن ستة آلاف طفل تم تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال وقعنا اليوم تحديث اتفاقية إنهاء تجنيد الأطفال وهي الاتفاقية التي وقعت في صنعاء في العام 2014 والتي توقف العمل بها منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية اليوم وفي العاصمة المؤقتة عدن وقعت وزارة حقوق الإنسان مع منظمة اليونسف التابعة للأمم المتحدة اتفاقية لإنهاء تجنيد الأطفال في اليمن قصص مأساوية ملف تجنيد الأطفال في اليمن أطفال يتم تغرير بهم في المدارس من قبل الحوثيين وإلحاقهم بدورات عسكرية وطائفية يتعرض فيها الأطفال لعمليات غسيل دماغ قبل أن يتم إرسالهم للقتال في الجبهات فيما تترك الأمهات فريسة القهر والأسع العشرات منهم وقعوا في أسر القوات الحكومية في أكثر من جبهة ما دفع الحكومة إلى إنشاء وحدة خاصة في مأرب لرعاية وإعادة تأهيل الأطفال الذين تم أسرهم في صفوف الميليشيا نشاط ضعيف للمنظمات الأممية والحقوقية في ملف حماية الأطفال خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين رغم استمرار عمل مكاتبهم في صنعاء ولا تتجاوز هذه الأنشطة تقديم الأرقام والإحصائيات في التقارير الدورية في ظل غياب آليات ضغط تسعى إلى تجنيب الأطفال أتون الحرب في اليمن